أستاذ حنفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حنفي يا دكتور والله والله ربنا يديني رزق ومال وحسنات وبركة للأولاد قد من أحبك يا الله حلوة دعوة دي والله العظيم ونفس أمنيتي قبل ما قابل رب كريم ألاقيك على المنبل في خطبة عيد الأضحكية يا رب يا رب إن شاء الله عند الرسول كذا يا رب يا سلام على منبر رسول الله صلى سلم يا رب نفسي والله يا دكتور يا رب يعني من هذا القلب الطار ربنا يديني حسنتين حسن أن أنا بسمع صوتك بس ليه حسن أن أنا أسلم عليك الله أعلم بقى أنا أجي لك في أي مكان أسلم على صاحب القلب الطار ربنا أخليك يا دكتور أنا ليه سؤال ودعاء لأنني أنا بحب الدعاء بحضرتك سؤالي أنا رجل عندي 74 سنة نسل شاب يعني ربنا بحضرتك أنا مثلا معي جميل معي عشرة ما يعيشين شئلهم في مكان معين طيب هل يجوز أن أنا أقول لمراطي ابني بعد وفاتي فرق الفروز دي على أحفادي نازم أمران وأحمد وبده طيب أجاوب على حضرتك السؤال ده وأدعي لحضرتك ربنا يدي معليك الفضل والنعمة والبركة والتوفيق والسداد والفتح ويجعلك إن شاء الله يعني قلبك مليء بمحبة الله ومحبة رسوله وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام بالليل وبالنهار ويسعد قلبك يا رب وقلب أحبابك ويجعلكم في صفاء وهناء وألف على الدوام يا رب العالمي أما مسألة الفلوس اللي انت هتكون عندك دي وانت عايز إن انت لو حضرتك إن شاء الله بعد عمره طويل مع حسن العمل لو حصل كده تخلي تدي الفلوس دي لأحفادك فالحقيقة لو إن الفلوس دي ما كتبتش لأحفادك من دلوقتي وتتسلم لهم بعد كده لو ما كتبت لهمش من دلوقتي بعد وفات حضرتك هتتحول إلى عصية والفلوس دي هتنفس في السلس لأن انت ما سلمتهاش وما كتبتهاش لأحفادك من دلوقتي لكن الحل بقى لو انت عايز تعمل كده إن انت تكتب الفلوس دي لأحفادك من دلوقتي وتخليها تحت إيد زوجتك فإذا حصل انتقال خلاصة يا بتسلمهم ملكهم اللي كان متأجل هو ده الحل الوحيد إن الفلوس دي كلها تروح لأحفادك لكن مش الحل إن انت تقول لها الفلوس دي لما أنا أتوفى ادي الفلوس دي لأحفادي ليه طيب؟ لأن انت دلوقتي ما وهبتهمش الفلوس دي في حال حياتك طب إذا ما وهبتهمش الفلوس في حال حياتك تنتقل حضرتك والفلوس ربنا يديك الصح يا رب والفلوس دي ملها ملكك فتنتقل بالخلافة إلى ورستك وبما إنك انت خليت شيء من الفلوس دي روح أو الفلوس دي تروح لأحفادك يبقى ده اسم وصية فالوصية تنفذ في سلسي هذا المال فده الحكم فأنا قلت لحضرتك المسألة تمشي زي؟ إما تمشي إن انت تتصرف في حال الحياة وتهب الفلوس دي لأحفادك وتسلمها لهم زوجتك بعد الوفاء أو إنك انت الفلوس دي لو فضلت على ما شرحت هيكون الفلوس دي هتتحول إلى تاركة والتاركة هتكون هينفذ فيها الوصية في السلس